خلونا نروح لقصة تانية على ساحل بحر العرب وتحديداً في الشقيقة سلطنة عمان اللي بتشهد موجة طقس شديدة البرودة أمطار غزيرة على المدن تصل لحد الفيضان دفعت السلطات العمانية لإعلان حالة الطوارئ وأصدرت تحضيرات سكان الحدود والسواحل البحرية بإخلاء المنازل وتم نقلهم لمراكز إيواء شفنا مشاهد بسبب هذه العاصفة بصراحة تألمنا جداً يعني قلوبنا مع أهلينا في سلطنة عمان العربيات غرقانة والبيوت الضمرت والطرق مشاهد صعبة جداً حتى كانت هناك مخاوف أن تمتد هذه العاصفة أو هذا الإعصار إلى بعض الدول الخليجية الأخرى إلى الشقيقة الإماراتية اللي قررت تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية بمدينة العين بكرة طب يا ترى هي إيه؟ شايفين المشاهد عاملة زي؟ لا دي مشاهد حناينا يا جماعة ده في مشاهد تعرف يا خيري؟ يعني بالبساطة كده شوية المعلومات اللي تم إعلانها عن مواقع الإخبارية قالوا إن سلطنة عمان عمرها ما كانت بتشوف حاجات شبه ده بدأ الموضوع ده من 2007 بس بدأت تشوف أعصير الإعصار شاهين ده اللي حط اسمه هي قائمة الأعصير اللي تم اعتمادها بالهند لأنها بتتكون في هناك في هذه المنطقة تحديداً خليج البنغال مع الهند وبتتجه نحو هذا الساحل سلطنة عمان شاهدت يعني خلينا نقول طقس سيء جداً الأمواج وصل ارتفاعها لـ 12 متر تخيلوا الرقم اللي احنا بنتكلم عليه قد إيه رقم يعني قوي جداً وكان الإعصار من الدرجة الأولى اللي هي أعلى درجات الأعصير وده طبعاً معناها إن فيه أضرار كبيرة جداً كان المفترض تحصل على الأرض لكن التعامل خلينا نقول الكبير فيه فيه الحفاظ على البني أدمين والاحترافي من قبل سلطنة عمان والإنساني إن البشر عندهم أهم حاجة خلى برغم هذا التقس الصعب جداً وهذا الإعصار الكبير إن ما يكونش عندهم خسائر بشرية غير كان واحد والنهاردة للأسف زادوا لتلاتة رغم كل ده وده نتيجة طبعاً سقوط جزء من التالب وبدأ الحصار دلوقتي شوية وبدأ ينسحب هذا الإعصار غير مصار ونزلت درجته يعني في تصنيفه ونزلت درجته فكلنا بنتمنى السلامة لأهلنا في سلطنة عمان وفي الخليج وبندعو لهم بإن ربنا يعدي هذا الطارق وهذا الإعصار على كل خير وأنا بصراحة يا خيري في الجزئية دي عندي إضافة صغيرة جداً دي دعوة لينا إحنا ودعوة لكل الناس اللي بتتفرج علينا إن اللي بيحصل في العالم ده وزي ما شفنا يعني مؤتمرات وأقمم علشان التغير المناخي اللي بيحصل من تغير المناخي ده أفعال بشرية على الأقل إذا كانت الحكومات بتقعد وتتفاوض نعمل إيه إحنا كمان كبشر نحاول نعمل اللي في إدينا يعني الحرائق اللي بتحصل على الأش اللي بنشوفها وغيرها وا 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 كل الحاجات دي بتأثر علينا وإحنا كلنا في عالم واحد واضح إن زملاء ما حبوش وجعوا قلبكو بالمشاهد المؤلمة قوي كان فيه مشاهد قاسية جدا جدا طيب ترجمة نانسي قنقر